السلام عليكم وياكم الطبيب عدد حسين العلياوي قصص طب وجراهة عامة خريج دفعة 2023 راح نبدي نحتي اليوم عن موضوع مقدمة عن مادة التشريح طبعا كل بداية بداية أي مرحلة دراسية راح تكون صعبة صعوبتها بالعالم اللي راح تدخل به سواء انت كانت من المواد الموجدة به وكل مادة لها أساسيات احنا ما كنا نعرفها فكونا نضبطها بالبداية وشوي شوي راح تبدل صعوبة تدرج بس هي دائما أصعب خطوة دائما دائما هي الخطوة الأولى فالخطوة الأولى بمادة التشريح هي المقدمة فالمقدمة هي شيء أساسي بمادة التشريح يمكن هي متقابعة من أهم المواضع المواضيع اللي راح تمشي المحاضرات الجاية كاملة لأن في حال بينه ما تعرف المقدمة ما تعرف الأساسيات مادة التشريح انت ما راح تعرف هالعلم هذا شلون يصرفون به وشلون ينحجه وشلون ينقرأ فأساسيات مادة التشريح ومقدمة مادة التشريح هي من أهم المواد البداية الموجودة يعني في حال بأنه أكو خلل موجود بوحدة من المصطلحات أو مصطلح من ذني راح نحجيهني اليوم ما تعرفها مستقبلا راح يواجهك وتقول هذا شنو ما راح تعرف شلون تدل العالم على هال على هال معلومة هاي أو ما راح تفهم المقابلة شنو المعلومة اللي يحاول يوصلك إياها لأن مقدمة علم التشريح راح نحجيها اليوم هي طريقة التواصل بين الأشخاص بهالعلم هذا مثلا العلم التشريح بشكل أساس يستند على أنه أنا أريد أقول للوفلان أريد أقول للمقابل بأنه عندي احنا أنا فدع عضو معين يصير مجاور هذا العضو إلى يغذيه هذا الشريان يجيه هذا العصبون أو الجهاز العصبي هذا التغذية من عنده كأنما أريد أدلي واحد على مثلا فأدمح المعين بمنطقة معينة فأني لازم أحتي بنفس اللغة اللي يحتي بيها المقابل تمام وأدليه بلغة بسيطة يفهمه ويفهمني اللغة اللي لغة التواصل بين التشريح بين الثنين يصبحون بعلم التشريح هي اللي راح نحتيها في هذه المحاضرة اليوم يعني مستقبلاً من راح يكون التواصل ما يقول التواصل باللغة الإنجليزية تمام؟ راح يكون التواصل باللغة اللاتينية أو الإنجليزية الموجودة بهذه المحاضرة اليوم فمحاضرة اليوم محاضرة مهمة راح من خلالها تفهمون لغة المحاضرات الجاية ما يصير تعبرون هالمحاضرة هاي هاي المحاضرة لازم تنحفظ تندرخ تنفهم تمام؟ فالأناتومي أو علم التشريح زين راح ناخذ المقدمة مالتني اليوم مقدمة طبعاً محاضرة عن دكتور حدري الكفاهي جامعة جابر وحياني قلنا أناتومي معناتها علم التشريح أو معناتها علم التشريح عدنا مصطلحات بالأناتومي من أقول أناتومي كجنرال وورد أو كلمة عامة اللي هي علم التشريح أنا راح أكو خانتين راح يجن ببالي أكو شي اسمه مايكروسكوبك أناتومي وأكو شي اسمه مايكروسكوبك أناتومي الماكرو احنا اللي راح ندرسه بهذا الشابتر أو بهذا هاي المادة اللي هي الأناتومي من أقول أناتومي معناتها أنا جاي أقصد الماكروسكوبك أناتومي شنو معنات الماكروسكوبك أناتومي ماكرو معناتها كبير معناتها أنا جاي أخذ التشريح اللي بالعين المجردة الماكرو الكبير بينما اكو شي ثاني اسمه مايكروسكوبك مايكرو معناته صغير واحد القياس مايكرو سكوب معناته عدسة فالمايكروسكوب هو الجهاز المنظار المجهر المجهر اللي نشوف به الخلايا فالمايكروسكوبك هو التشريح هاي الخلايا الصغيرة الخلية من المتكونة مثلا هاي الخلية من المتكونة شنو مكوناتها مثلا بيها نوات وسايتوبلازم وجدار خلوي تمام هذا يعتبر تشريح بس تشريح خلوي وين شفته بالمايكروسكوب بينما احنا اللي رح ندرسه بهذه المحاضرة وهاي المادة هو المايكروسكوبك اناتومي اللي نشوفها بالعين المجردة فمن اقول بعض بالجاي اناتومي فاني ان من اقصد اقصد المايكروسكوبك اناتومي العفو ماكروسكوبك اناتومي معناتها هو العلم اللي نشوف من خلال المركبات او الاعضاء او الاجزاء بدون ما نشوفها بالمايكروسكوب بدون ما نستخدم مجهر بينما المايكروسكوبك اناتومي هذا بشكل عام اسمه علم الهيستولوجي او علم الانسجة الانسجة والخلايا علم الانسجة والخلايا الهيستولوجي طبعا مادة الهيستولوجي رح ناخدها ان شاء الله بالموحلة الثانية بالطب رح نعرف بانه هناك هناك المايكروسكوب والمجهر هو شي ضروري حتى نشوف الخلايا وتشريح الخلايا يعني احنا بالطبيعي ما رح نشوف خلايا قدامنا بالعين المجردة هاي مستحيل نشوفها عن طريق المجهر فإز دا ساينس هو العلم ذات استادي سيلز تشو يوزنج امايكروسكوب ادرس من خلال الخلايا والانسجة تمام يوزنج دا مايكروسكوب باستخدام المجهر خلنبدأ احنا بالعلم التشريح مالتنا او علم التشريح البشري راح نبدأ باول موضوع من خلاله هو آني اريد اوصف للمقابل بانه هالانسان هذا مثلا عنده كذا عنده مثلا راس عنده رجليا عنده ايدين يصرح ولا أو الوصف مالته term related to position يعني معناتها هذه اللي راح ناخذها بالdescriptive anatomical term راح ناخذ صفات أو مصطلحات related to position تواصلها وي موقع الجسم أو موقع الشيء اللي يريد اوصف عنه هسا راح نعطيين واحدة واحدة وراح تفهمون هاتش شنو قصد the descriptive the regions of a human body الجسم الانسان مقسم عدة مناطق التسهيل الدراسة هاي اول فقرة يعني كطلاب وحتى يفصل العلم يصير علم مركز بهذا المكان مثلا واحد يصير مختصب كذا مكان هذا مختصب كذا مكان تمام بالدراسة بالناحية الدراسة فالتقسيمات مع الجسم الانسان نقسمه الى head, neck, trunk, limbs head معناتها الرأس the neck الرقبة trunk الجذع جذع الجسم واللمس هي الاطراف رح نيجي نقول يابا الجذع trunk هذا هذا the head neck هذا trunk كامل هذا the limbs الاطراف لانه okay فال trunk الجذع ما يمتكون subdivided into thorax abdomen نقسم الجذع الى صدر اللي اسمه اللاتيني او يطلق عليه thorax بالانجليزي chest والجزء الثاني هو abdomen او البطن البطن تقسم قسميا عندنا كأنه كأنه بناحية الشريحية البطن تقسم قسمين تقسم الى البطن جين والبالبس اللي هو الحوض طبعا اذا نجي بالدراسة مالتنا الاولية بالمرحلة الاولى والثانية اللي هو رح ناخذ عمل تشريح مع جسم كامل بالدراسة مالمرحلة الاولى رح ناخذ الأبرلم 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 والثوراكس او chest الصدر مزين باقة جسم على المرحلة الثانية ان شاء الله اللي هو ناخذ الابدومن والبالبس والهيد واند نيك وطبعا الباك همين ناخذ بالمرحلة الاولى قبل المرحلة الثانية ما ذكر صباحة بالضبط بس يعني هو الباك همين من الظلمان The descriptions are based on assumption that هذا بدي In the anatomical position Certain imaginary plane Applied to this position احنا مريد نحكي عن علم التشريح وواحد يسول في الثاني عن علم التشريح اكو قاعدة اساسية اثناء الكلام او اعني من احكيها اعنطيها كمسلم مثلا وضعية الجسم وضعية الجسم اكو شيش اسمه anatomical position او الوقفة التشريحية او الموضع التشريحي زين هذا انا من اريد اصولف انا من اريد اصولف عن اي شيء مثلا اقول بانه هذه العظمة موجودة بالايد اليمنى موجودة بهالمكان هذا زين المقافل رح يفهم بانه انا بديت احكي تشريح التشريح الى anatomical position زين الى anatomical position ثابت لا يتغير لا يتغير هذا ثابت بكل العلم من اريد احكي anatomically speaking اريد احكي صيغة تشريحية من المسلمات بانه جسم الانسان موجود بهاي الطريقة زين هاي من المسلمات هذه الصحولة anatomical position وهذا معناتها بانه من اريد اصولف the descriptions are based on assumption من اريد اصولف الواحد قدامي اللي مقابل رح يفهم بانه انا بديت احكي تشريح بدأ يصف يوصف بانه جسم الانسان على الحطة هاي زين وبدأ اكو يبدي يسولف بانه اكو شي اسمه imaginary planes هذان المقاطع الخيالية هذان المقاطع اللي احنا اخذه الوحدة ووحدة ورح نفهمهم شن فائدتهم وشن الموجود بهن وشن بمن يفيدنا يصبحوا لهن imaginary planes مقاطع خيالية احنا رح نتخيل بانه اكو مقطع هنا اكو مقطع هنا اكو مقطع هنا اكو مقطع هيتش يكسمه بالنص للجسم الانسان اللي هنه هذا 3D model هذي على الحطة هاي رح نتخيل بانه اكو ثلاثة imaginary planes او يصبحوا لهن مقاطع خيالية صار عدنا لحد الان حتينا بانه المواقع مع الجسم الانسان وتقسيماته قسمناه ووراها بدينا نحكي بعلم التشريح قلنا يا ابا ترى من نحكيان بعلم التشريح عندي شغلات مسلمة اللي هي anatomical position تمام او وضعية الجسم هذي وضعية مسلمة هاي ما تتغير من احتي بالتشريح واكو plane انا اوصف على اساسن هذان المقاطع انا ابدأ اوصف على اساسن ورح نحكي السشلان رح نجي الاول فقرة من اللي هي المتلمات بعلم التشريح هي الاناتوميكال position طبعا اناتومي هاي جاي الاناتوميكال الاناتومي هي الكلمة الاساسية علم التشريح هذي المقطع اكل معناتها بانه انا الحقته بصفة فمن اقول الاناتوميكال معناتها هاي الكلمة وصفت وصفتها باناتوميكال يعني وصفت يعني واحدة وصفت الثانية هذي معناتها موقع وهذي معناتها موقع تشريحي صارت صفة كأنما صارت صفة بينما نقول الاناتومي صار علم التشريح يعني هاي اسوال في انجليزي شنو الاناتوميكال بوزيشن هاذا الجاي نحكي عنا هو شنو موقعنا بانه من المسلمات وفشي ثابت هذا الثابت شنو this is a standard position هو وقفة أو بوزيشن أو موقع ثابت standard use the anatomy to describe body part related to each other it means that the body يعني معناتها انا من اجي اسولي في تشريح الواحد موجود باسبانية رح يفهمني رح يعرف بانه انا قصدت هذا الاناتوميكال بوزيشن هذا الجسم هذا موقع الجسم شنو هذا لازم اكو standing erect لازم واقف جسم الانسان واقف هاي اول فقرة standing erect الثاني upper limb by the side يعني لا هو مو ادي قدام قدام بطنه ولا وراء ظاهره لا بصف جسمه ادي the upper limbs the upper معناتها العلوي limbs معناتها الاطراف فال upper limbs اذن الاطراف العليا by the side على اجناب الجسم يعني بصف جسمه the face الوجه هذا و the palms the palms هو هاي راحة اليد او كف اليد هاي كف اليد يكون directed forward وين متوجهات للامام مقابل الجسم شوف يعني بوع لي قدام و والم والم لقدام هذا الالم مهم جدا 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 ممكن يجيك صح و خطأ ممكن يجيك mcq او اختيارات ممكن يجيك حدة عداد فالانا و الالم والم مهم. وجهه طبعا هو standing erect. واقف على حالة. الايدية بصف جسمه. upper limbs by the side. والفيس ان بالم. فيس. بالم. سوين صارت الديركشن مالتهم. يبقوا عليه قدام. راحة ايده لقدام. ويبقوا عليه قدام. هيا خلقتنا اول شغلة مسلمة بعلم التشريح. نجيز شغلة الثانية. اليماجينري بلاينز. او ذن المقاطع اللي ياخذهم جسم. او اللي نبشي على اساسا. اكو شي اسمه. طبعا احنا راح ناخذ ثلاثة بلاينز. هنا الاساسيات اللي بعلم التشريح. اكو شي اسمه. عدنا شي ثاني اسمه. وعدنا هوريزونتل بلاين. نجي الاول واحد. ميديا معناتها وسطي. هذا البلاين هذا المقطع راح اكسم جسم الإنسان. بالنص طوليا ساجتل. شوفوا هذا البنفسجي. هذا البنفسجي. قسم جسم الإنسان. بالتساوي يمين ويسار. جزئين يمنى ويسرى. بالتساوي. عمودي. ووسطي. لأنه قسم من الصين. ميديا معناتها قسم من الصين. يمين ويسار. ساجتل. ساجتل معناتها عمودي. بلاين. اللي هو مقطعي. مقطع عمودي. هذا ال... إذا طبون القاعة التشريح. من الباب ما لل... مو ما للقاعة هاي اللي بصفقة. أكو بابين القاعة التشريح اللي أم الجثث. مو بالقاعة أم القاعة الدراسية. لا. منها من الممر. إذا طبون. علي إيدكم اليمنى. أول جثة على اليمنى. مكشفون مكسومة بالنص. صار نصين. خوش. هذه مكسومة على شكل ميديا ساجتل بلاين. ميديا لأن هي وسطية قسمة الجزء اليمنى والجهة اليسرى بالتساوي. ساجتل اللي هي عمودية. وبلاين اللي هو مقطع. ها خلصنا من المقطع الأول. نجي للمقطع الثاني. كورونال بلاين. كورونال بلاين هذا نفس الفكرة ما للساجتل هم عمودي. بس شن الفكرة ما لته. الفكرة بأنه يكون ياخذ الجسم الإنسان وبصيغة يعني من الجانب. كأنما يكسم جسم الإنسان قدام وورا. نجي للمقطع الأزرق. هذا الكورونال بلاين. الكورونال بلاين يكسم جسم الإنسان نصين. قدام انتيريار أو فورورد. وورا. اللي هو البوستيريار أو باكورد. يقسم الإستصار عندنا. الميديان ساجتل بلاين يقسم ليها رايت يمنى وليفت يسرى. الكورونال بلاين يقسم ليها قدام. نحن أخذ شنو معناتها باللغة اللاتينية. وخلف. زين. هوريزنتل بلاين. من اسمه هوريزنتل أفقي. هذا المقطع الأفقي. المقطع الأفقي. رح يقسم الجسم الإنسان نصين. فوق. وتحت. طبعا نظرنا كلها نسمها باللاتيني وبالإنجليزي ورح نحفظها نسفت شوية. بس يسا للبساطة. رح عدنا ما قرأيناهم. فرح حتى تفهمون الفكرة. وتعرفون بأنه شنو ذاك المصطرح المنيددل. وشنو اللي يقسمه. استثار عندي. هذا الميدان ساجتل بلاين. قسم لي. رايت. لفت. عندي هذا التورونال بلاين. قسم لي. قدام. ور. انتيرير. فاستيرير. عندي هذا الهوريزنتل بلاين. أو الأفقي. قسم لي. جسم الإنسان إلى. فوق. تحت. هذا الحاجة مهم. هذا نفس الفكرة. هذا الكورونال. شوف قسم لي جسم الإنسان. قدام. وراء. بينما ساجتل بلاين. قسم ليها. يمين. يسار. ترانزفيرز أو الهوريزنتل. طبعا ترانزفيرز معناته عارضي. هوريزنتل معناته أفقي. قسم لي نفس الفقر. نفس الشي. يقسم الجسم الإنسان. فوق. تحت. نجي الخصائص واحدة واحدة. الميدين ساجتل بلاين. هذا الميدين ساجتل بلاين. قلنا ميدين بأنه قسم جسم الإنسان نصين. نص أيمن نص أيسر. ساجتل. الساجتل هو. ساجت. سنأخذ بعدين. أكو شي اسمه ساجتل سويتر. موجوده بالهيد. موجوده هنا. بالجمجمة. أكو شي اسمه. شون الخيط اسمه ساجتل سويتر. تسمى هذا على أساسه. ف. الساجتل بلاين. عرفته بأنه الساجتل يكون عمودي. يكسيم الجسم الإنسان. هذا. فهو عمودي. هو مقطع عمودي. هاي النقطة المهمة جدا. جدا جدا. مهمة جدا. أسملي جسم الإنسان نصين. نص أيمن نص أيسر. بالنص. بالسنتر. نعرف اللايك. اذا عجي هذا صورة الفيس. نشوف. هذا. الوجه بأس ملنسان. من عجي أجي أشوف إذانات منا. عيونه منه. النص مالتهن هو ساجتل بلاين. يكسيم الجزء متساوي من الأيمن والعيسر بالتساوي. فهو. الميديان ميديان ساجتال هاي وين جاي حتي ميديان الميديان يكسيم ليها نصا شوف احنا رح ناخذ فد شوية اشي اسمه ميديال بالل نهايته اللي هو هذا هل انا شابه نفسي هذا ميديا الميديا اللي يختلف عن الميديان هو الوسيط الوسيط لازم بالنص خوش؟ ورح نحتي فد شوي الميديان الميديان بانه يصير نص الجسم للانسان عمودي من اقول ميديان معناته قسم لجسم الانسان نصا بالتساوي مشه بالسنتر مع جسم الانسان بشكل عمودي طبعا السنتر معناته الوسط والمركز احنا نحتيناها يقسم الجسم الانسان جزئين متساويات بالتساوي يمين ويسار نصفين متساوي زين هذا وين حتينا الاول مقطع الاول ميديان ساجة البلين. نجي المقطع الثاني. كورونال بلين. كورونال اور فرونتل او الامامي. اسم الثاني هو المقطع الامامي. هذا الشي سويلي. هذا همياً همياً عمودي. بس شنو ميسته? احنا ميديان بلين مو صاير هيتش بطول. هذا يمثل زاوية تسعين درجة اوية. وهي اللي قبله هذا. هذا اذا يجي الكورونا اللي يكون هيتش بزاوية تسعين درجة. فهاح يقسم لي جسف الانسان انتو انتيريار ان بوستيريار بارت. احنا مو قلنا قبل شوية الكورونا اللي يقسم ليها الى جزء امامي. وجزء خلفي. من اجي اقول بالتشريح ما اقول امامي وخلفي. هذا حاجة عربي. انا اش لازم اقول انتيريار معناتها امامي. بوستيريار معناتها خلفي. فان اقول هذا الباك مثلا اللي الظهر هو بوستيريار تو ذا بودي. هو يعني معناتها انا اش قلت. قلت معناتها الظهر هو بالجانب الخلفي للجسم الانسان. بينما اقول البرست او الصدر. البرست. اقول هو انتيريار تو ذا بودي. معناتها اقول بانه الصدر اه هي بالجانب الامامي اه جسم. لازم? شاء الله تكون واضحة. هذي مصطلحين مهمات لازم ينحفظا. انتيريار امامي. بوستيريار خلفي. من اللي يقسم هنا من اللي سواهن. او اسم الثاني. نجي الاخر مقطع اللي هو الهوريزنتل معناتها افقي. معناتها يعني عرضي. الوان. بلين ات رايت انجل تو بوث. ذا ميليان ان كورونال بلين. هذا هنا راح يصير بزاوية تسعين. مثلا هذا هنا هنا. هنا مو هذا مقطعين. هذا. راح يجيب زاوية تسعين عدل عالية. على اثنين نطهن. على الكورونال. وعلى الميدين. راح يجيب زاوية تسعين. بس بصيغة ثقية. راح يقسم له الجسم الى. ممكننا نتقسم الى علوي. وسفلي. عن طريق الهوريزنتل بلين او الترانزل بلين. شنو العلوي وشنو السفلي. العلوي هو السفيريير. السفلي هو الانفيريير. سامعين بانه هم مثلا يقولون هاي الاوروبيين والغرب يقولون بانه احنا احنا جاي العرق مالتنا سو بيرير لكم. سو بيرير يعني باعونا كأنما هم فوقنا. العرق يقولون هو كل كلواتي. كل اخرط هذا الحديثي ما العرق. المهم بس يقولون العرق مالتنا هو السو بيرير. السو بيرير هذا معناته يعني هاذا سامعين بها اللحة يا هاي. سو بيرير معناته علوي. آآ الهيد هو سو بيرير المن للشولدر. الهيد يكون سو بيرير للشولدر. بها المعلومة هاي قلت يا باني الرأس هو اعلى من الاكتاف. سو بيرير. بينما من اجي يقول للاكتاف الاكتاف تكون انفيرير to the head. معناتها انا اجي قلت قلت الاكتاف يا باني صارات جو الهيد. فهاي الصفات ان شاء الله واضح واضح استخدامها. سو بيرير الوي. انفيرير سفلي. بنقول اللاور لمس. ار انفيرير to the ترونك. معناتها انا قلت يا با الرجلين اللي هنالاور لمس. الاطراف السفلية. صارات جوه الجزء ما للجسم. فصار عدنا بعد مصطلحات لازم ينحفظن هي سو بيرير والانفيرير. من اللي سواهن من اللي يقسمهن هو الهوريزنتل بلين. عدنا ميديان ساجتل كورونا الهوريزنتل كورونا الهوريزنتل هذان يكلافتهم اجموعات سوية. الميديان يقسم للجسم الانسان الانفيرير الخلفي. بنما الترانسبرس يقسم لها سو بيرير ويقسم لها انفيرير. زي. نحن نأخذ مصطلحات عن المواقع أو البوزيشنز. قبت لكم قبل شويه بانه أكو شي اسمه نهايته وقلت لكم بأنه هو ميديين ميديين معناتها من أقول على من أقول على أنا قصدت بأنه هو خط واحد يمشي من الطول للطول يكسم جسم الإنسان بالتساوي يمين ويأسر هذا الميديين بينما هذا أقول بأنه مثلا أكو لائن هنا هذا يصبح لأن أو المال الثدي هذا هذا اللائن أنا ما سأقوم بي أو ما سأقول عنه سأقول هذا ميديين ميديل ميديل ساجد اللائن ميديل لماذا قال؟ لأن نقسم الجسم الإنسان نصين مو بالتساوي هاي إذا أدجي لللاين إذا أدجي للصفة مثلا أنا عندي إذا مثلا أنا عندي هذي النبل أو هذي الحلمة أعيد أوصفها أوصفها بالنسبة للإيد هاي إيد بالأناتوميكال بوزيشن كون الباوم متجهة الباوم هذي راحة الإيد متجهة إلى أمام الجسم الفيس أو الوجه متجه إلى الأمام والستاندين بوزيشن الركت يعني جسم الإنسان واقف منتصب معناتها هذه هذا الاناتوميكال بوزيشن هذا وضعية تشريحية من أجي أصف صفة أقول أريد أصف آني هذه الحلمة أو هذا النبل بالنسبة للإيد ماذا أقول عليها راح أقول عليها بالعربي يعني جه العربي نقول يابا ترى هاي الحلمة أو هاي النبل صايرة قريبة على اليمن على الميدلاين لأن هذا يقلنا من الثوابت الميدين ساجل تلين ساجل تلين ثوابت فأقول عليها قريب هذه الحجة كلها طويل اشلون أقوله كلمة وحدة تطين المعنى هذا اللي هو أقول معناتها قلت يا با آني معناتها قلت يا با ترى آني هاي النبل هاي الحلمة صايرة على الجانب اللي رايح للمركز اللي قريب للميدين أنا أنا إذا قارن هاي الإيد ويا الحلمة أو النبل إذا قارن ببين آتن يا أما أقول الإيد بالعربي سبيل العربي يا أما أقول الإيد بعيدة عن جسم الإنسان أو أقول يا با هذه ترى النبل قريبة على المركز من الجسم الإنسان وهنا وهنا هم نفس الشي بس هنا هم نفس الشي بس هنا الحلمة سيختلف بالاتجاه الإيد اليسرة هاي ذا ليفت الإيد اليسرة همين أبعد بس بالاتجاه الثاني هاي أبعد منها صفحة وهاي أبعد منها صفحة والحلمة راح تكون يا با ترى أقرب للجسم من الإيد هالحاجة هذا كلها أعبر عنا عن طريق الميديل واللاترون بالعربي معناته الجانب الأنسي والجانب الوحشي يقولون عن الميديل الجانب الأنسي ليش أنسي لأنه قريب على المركز جسم الإنسان إذا أيد أقول بأنه جسم الإنسان يقسم بالنص عن طريق الميديل ساجتال بلين هذا وإذا قارن فالشغلة موجودة هنا عن شغلة موجودة هنا أقول هاي البعيدة هاي ترى لاترال لاترال معناته الجانب الوحشي البعيد عن جسم الإنسان معناته شنو بعيد عن المركز مع الجسم بينما هاي الشغلة اللي هنا أقول عليها ترى هاي يا با ترى ميديل ليش لأن هاي أقرب من هاي هاي ميديل في حال بأنها أكو شغلة ثالثة هنا ماذا سأقول وانا قارن هواي هاي سيصير هاذي هي البعيدة وهاي هي القريبة لان انا وين جاي يحتي جاي يحتي على البلين جاي يحتي على مركز الجسم جاي يحتي على الخط اللي يفصل الجسم نصين فمن الاقرب سواء كان بسنتيم او سواء كان بعشرة متار الاقرب هو دائما يكون الميديل المؤن والابعد منه رح يكون lateral زين فاذا ادقول هذا الجسم او العضو رقم واحد وهذا العضو رقم ثنين وهذا العضو رقم ثلاثة ادقصف واحد بالنسبة للثاني رح اقول العضو رقم واحد هو medial to العضو رقم ثنين بينما العضو رقم ثنين بينما العضو رقم ثلاثة يجي الرقم ثلاثة هو lateral to العضو رقب اثنين تمام؟ إن شاء الله أخرى الفكرة هاي الصفات ما lateral و medial مهمة همين لازم تنحفظ لأن هاي طريقة الكلام اللي راح أصير بعلم التشريح عن طريق بني المصطلحات أخذنا superior inferior أخذنا interior posterior أخذنا medial و lateral medial هو closer to the median plane يعني هو الأقرب المن للمedian plane الأقرب بلما لا ترى هو الأبعد من المedian plane زين زين superior inferior احتيناها superior هو structure nearer to the head or upper to the body مثلا أقول بأنه قلتنا قبل شوية بأنه الهد هو superior to the shoulder معناته الهد فوق الأكتاف شون أقوله أقول superior ال inferior بالعكس معناته التحت فهذا الثانثين صفات إذا أقول عليهم أقارن شغلتين واحدهم الثاني مثلا هذه الركبة والكاحل إذا أقول يا بترى الكاحل معناته ankle بالإنجليزي وهنا هذي اسمها knee فاش أقول إذا إذا أصف الكاحل بالنسبة للركبة أقول يا بترى ankle is inferior to the knee معناته أنا شغلت قلت يا بترى الكاحل أسفل الركبة تمام زين أكو بعض مصطلحات اثنيين اسمه هنا proximal and distal هاي عليها بالقرب والبعد مثلا هنا هاي إيد قرب هالي المركز نقول مثلا أكو شريان يمشي منه وينزيل ينطي فروع يوصل إلى الإيد شريان ينطدم تمام فهالنقطة بهالشريان هاي هنا والنقطة اللي بهال الشريان هالا شلون أقول بأنه يا بترى هاي النقطة الثنين وهاي النقطة واحد إذا أقول يا بترى النقطة الثنين أبعد بالمسافة المشتها عن النقطة واحد يعني شوف هنا نقول مثلا هذي مشتلها تقريبا نقول نص متر ما شرايين زيادة عن الأول زين شلون أقول بأنه هذي أبعد من هذي هذي أبعد من هذي أقول يا بترى نقطة رقم ثنين هي distal أبعد distal to the نقطة رقم واحد Farther away from the trunk or root of the limbs هذا المقياس على أي أساس أقيسه إحنا قبل شوية قلنا المedial واللاترال على الخط اللي يكسم جسم الإنسان نصين يمين و يسار الproximal والدستور على ما يقيس يقيس على بعده وقربه من الجذع ما زيينع؟ قربه و بعده من الجذع قربه و بعده مو بالمسافة هاي اللي منا لهنا لأ المسافة اللي يقطعها من بداية اللمب من بداية الطرف أو الأطراف العلوية أو السفلية الحد ما أوصل حد نهاية الأصابع يعني هي كي المسافة ما زيينع receivers المسافة من قربه و بعده للترنك للجذع قربه و بعده للجذع فالقريب أقول ياذا أقول نقطة رقم واحد هي هي اقرب من اقترق من اثنين. اقول عليها ترى نقترق من واحد هي proximal. قريبة. closer. قريبة. to the trunk. قريبة المن. للجذع ما للجسم. بينما اذا اقول ابعد فاقول بستر. هذان هي ما نكون نحرر. طبعا اثنى ما تشوفون هالمحاضرة هاي. يا ريت لو ورقة القلم وتكتبوهم بديكم. حتى ما تنسوهم بعد. نقلنا بانه هي الاساس ما العلمة تشريحوا به. مستقبلا ما راح اظل اترجم. يعني مستقبلا بالمحاضرات الاولية راح اترجمي خالف. بس اللي بعدها راح يصير ان superior تعرفون شو المعناتها. ما اظل اترجم كلي شوية وقوش من superior. inferior تعرفوه. medial تعرفوه. lateral تعرفوه. تمام. ما اخذيني هنا انا مساء حلو. طبعا هذا ما مطلب للحفظ. راح تاخذوه ان شاء الله بالمرحلة الثانية. العضلات اللي يتحرك العين. طبعا هنا كل العين لها 6 عضلات خارجية. خوش. اللي يتحكم ببؤبؤ العين. اللي عفو مو ببؤبؤ العين. اللي يتحكم بكرة العين. يعني العين كاملة. المأشرة اللي هنا طبعا كل وحدة لها اسم. اسماءهن يعتمدن على اتجاه العضلة وين موجودة. قلنا بأنه اكون خط يفصل جسم الانسان نصين. بالتساوي يمين ويسار. وقلنا يا بترى الجزء الاقرب لهذا المكان يعتبر شيء اسمه ميديل. والبعيد. يقولون عليها لا اترى. هذا ممن راح يفيدني. يفيدني بأنه بتسمية العضلات. العضلات دائما اسماءهن حسب الاتجاه. حسب الموقع. حسب الشغل. حركة شنو تسوي. مثلا تقرب الايد لجسم. اقول يا بترى هاي العضلة مقربة. في حال بأنه اكثين من عدها. اقول شرهن. اقول يا بترى القريبة عجز من الانسان بالجانب الانسي. هاي السوي تقريب. واكو واحدة ثانية بالجانب الوحشي. هم اسمها هم السوي تقريب. فاقول يا بترى العضلة هاي عضلة مقربة موجودة بالجانب الانسي. بينما اكو واحدة ثانية اكو عضلة مقربة موجودة بالجانب الوحشي. هاي بالعربي. بينما بالانجليزي من اجلي سولفها. اقول يا بترى هاي. medial هاي العضلة lateral واسمها هاي في حال بأنه متقابلات المن للخط اللي يفصل جسم الإنسان زين هاي الميديال مال جهة left side مال الجهة اليسرة زين الجهة اللي يمنى شنو الجهة اللي يمنى هاي هاي الميديال مالتها هاي العضلة الميديال هاي العضلة القريبة احنا جاي نحكي عن قرب وبعد يعني مو يجي واحد يقول هاي العضلة اسمها ميديال زين اذن هاي العضلة هم اسمها ميديال لا الحاتش مو هيج القرب والبعد المن لهذا الخط الوسطي فإذا كانت ميديال من هالصفحة هاي فالعين الثانية والجهة الثانية الميديال المنتها من هالصفحة هاي زين اكو عضلات فوق وجو طبعا اسمها راكتاس نادرنا كلنا اسمها راكتاس مصول راكتاس مصول بس ميهم بعدين راح تعرفون ليش اسمها راكتاس مصول بس احنا جاي نحكي سالاتجاهات وبمن فائدتهم بالقلم التشريح هاي العضلة موجودة فوق هاي العضلة هاي موجودة فوق هاي هاي فوق هاي تحت بشلون نحكي هيتي بالصيغة التشريحية اقول يا بترا هاي سوبيرير سوبيرير هادي انفيرير وهكذا هاي علوية طبعا فاسمها سوبيرير راكتاس وهذا اسمي العضلة هاي السفلية اسمها انفيرير راكتاس اسمي العضلة راكتاس زين ان شاء الله تكون واضحة لاترال بعيد ميديل قريب سوبيرير فوق انفيرير جوه زين اكون في اسمه سيفالك وكودل بانترال دورسل علينا حسب الاتجاهات اللي موجودة باسم الانسان احنا الاسم الانسان ما ليبس فوق وجوه لا الجزء العلوي الجسم الانسان يختلف عن جزء السفلي جسم الانسان الجزء العلوي برأس السفلي باطراف ففي حالة اقول بانه مثلا هذا العضو موجود فوق والفوق هو الرأس وخاصة طبعا هذا يستخدموه وين؟ هذا يستخدموه بجهد بالتكوين الجنيني الجنين ما هو ما اخذ الاناتوميكال بوزيشن ما هو واقف على حاله ومتشتف ادية وبصف جسمه ورأي متوجهات لقدام لا هذا الحاجة ما موجود اصلا بالعكس ممكن ممكن رأسه يكون قريب لجوه ورجلية لفوق يسبح بالموية اللي موجود داخل بطنه الان تمام؟ فهنانا يستعيرون بمصطلحات ثانية راح يستعيرون او راح يقولون يسولفون على اساس الرأس وين موجود الرجلين وين موجودة سيفالك سيفالك معناته هذا رأسي كرينيول كرينيول همين الرأس بس واحدة انجليز وواحدة لاتيني كرينيول فعن المصطلحين هنا ممكن يستخدمون هاي ذي أو ذو هذي رفيرز تو اهد كرينيول من اجي اقول سيفالك معناته اقول ترى ياابا هذا الجزء قريب على الرأس وقلنا بانه هذا اكثر شيء يستخدموه بجهة الجنين لان الجنين ما ما اخذ بضعية شريحية نجي للثاني اللي هو الكاودل كاودل كاودل معناته الجزء السفلي إذا يدري سول فهي شيء تمام اللي هي الأطراف السفلية بمعناها الحرفي معناتها تيل معناتها الذيل فهي إذا تجي واحدة عكس الثانية سيفالك هو جهة الرأس والكاودل هو عكس الرأس اللي هو الذيل هاي إذا نجيها فوق تحت يعني بدلنا السوبرير وبدلنا الانفيرير فوق الجهة الأمامية للجسم اللي هي معناتها خلفي بدلناها بالدورسل مزين هذين هي مصطلحات ما راح نشوفها هواي بالتشريح بس راح تفيدكم السنة جاء بالأجنة وراح تفيدكم بالنسائية وراح تفيدكم بالأطفال وراح تفيدكم كمستقبل ممكن يمر عليكم المصطلح فما رأ عليكم شنو معنى سيفالك شنو معنى كودل شنو معنى فنترل شنو معنى دورسل أو دورسل بس بعلمتش راح بشكل عام احنا راح ناخذ مال الكبار هذين المصطلحات راح يكون قليل استخدامهم نكمل مرخصت اللي احجينة بوستيرير شنو بوستيرير معناتها خلفي يتقسم عن طريق منه الكورونال بلين الانتيرير هو أمامي هم يتقسم عن طريق منه كورونال بلين يقسم خلفي وامامي يقسم الجسم الإنسان يعني خصده فالبوستيري هي يعني احنا قلنا بأنه احنا كل شغلنا بالمقارنة مثلا اذا اقول العين والاذن منه لقدام ومنه لورا اذا اقول يابا ترى the ear is posterior to the eye اقول يابا ترى الاذن صار وراء العين تمام حيث الفكرة بوستيري بينما اذا ادد اقول انتيري يابا ترى العين هي anterior to the الاذن the eyes are anterior to the ears فبالتالي انا اجاي اقارن قدام وورا anterior بوستيري بوستيري نفس الفكرة انا جاي اخذ مكانين شغلتين عضوين وجاي اقارن ببيناتين على اساس الموقع فالقريب الجهة الظهر بوستيري الاقرب للامام جهت الصدر هو انتيريير جاي عندنا بعد مصطلحين خاصات بال باليد قبل شواج قلنا قلنا بانه البال بالاناتي بالاناتي سوف نرجع الفيس اند بالم 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 راحة اليد اسم خاص اسمه بالم تمام اسم خاص اسمه بالم من اقول يا بترى البالم هذي او من اقول البالم انا ركزت اش قلت؟ معناته قلت بانه هذي الجزء الانتيريير للإيد لان هو راحة الإيد بالانتميك البوزيشن صاير الوين للامام فمن اقول البالم خلص انا معناته قصدت الجزء الامامي الجزء للإيد من اقول دورسم او دورسل معناته انا قلت شنو الجزء الخلفي للإيد في حال بانه اكو مثلا نقول مثلا اكو جرح هنا انا من اقول ما اقول انتيريير و بوستير تقدر تقول انتيريير و بوستيري طبيعي كلش طبام؟ اقدر اقول هذا يا جرح يا بترى انتيريير 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 لل يعني الاصبع الشبير طبيعي كلش بس بصيغة ادق اقدر اقول عليها ترايابة هذي بالبالمر سيرفيس اوف ده هاند بالمر معناته اش قصدت؟ قصدت الجانب الامامي و قصدت راحت لي كف تمام؟ البالمر سيرفيس انا ركزتي هنا انا واحتيت له بالمضبوط وين موجود من اقول دورسم او دورسل معناته انا قصدت اكو مثلا جرح وين موجود على ظهر الايد مايحتاج اقول البوستيريير فهذا انا ممكن ابدل بميناتهن واستخدمهن بشكل ادق من اقول يا بترى بالهاند اقول بالدورسل و بالمار معناتها نفسية البوستيريير والانتيريير برج ليها نفس الشي همين اكو دورسل بس الراحة تكفي القدم اسمها بلانتر بلانتر نانا هذا بالمر نانا بلانتر نفسيته راحة تكفي القدم سهله بلانتر سيرفيس كل المصطلحات هذان اللي خدناهن من نبجي ناخذ المحاضرات ان شاء الله مستقبلا راح يصير لهم تطبيقات عملية وهم راح يشرحن مرة مرتين وثلاثة فرح يثبتل ان شاء الله بس انتو لازم تقوم مزين قلنا يا بترى الانتيريير معناتها امامي بوستيريير خلفي اكو شيث في حال بأنه هاكو ثلاث مكانات او ثلاثة ريجنز بالجسم ايضا قاردهم واحدة و ايض ثانية وانطيهم مثلا نفس التسمية مثلا هذا الكرينيوم او جمجب مال جسمي الانسان الجسم الداخلي مالتها بيها ثلاثة فوسة الفوسة هي معناتها كأنما النقرة او الحاوية او الطاسة فوسة مثل الطاسة يصير عليها في العظم عين مثلنا الدماغ اكو دسمي الانسان بالجمجمة من الجهة الداخلية الجمجمة هذا يجي قصة الجمجمة هيج و افتح القبق مال الجمجمة راح اطلع لي هالشكل هذا من الداخل و اجاباوع منه زين اجاباوع منه راح القي هالشكل هذا القي عندي ثلاثة فوسة ثلاثة فوسة من اجي اسولف عنهن النقرة اللي موجودة هنانا اللي هي هاي اسمها انتيريور كفيني الفوسة معناتها النقرة اللي موجودة بالدماغ بالجهة الامامية انتيريور واللي موجودة هنانا هي بوستيريور زين الخلفي اللي بيناتين هو المدل يعني هاي واضحة المدل اللي بيناتين المدل كريني الفوسة معناتها يابا ترى اكو واحدة لقدام واكو واحدة لورا وهاي صار بنصفين زين بروكسيمال ذو الصلاح نحكينا شنن معناتها معناتها قرب وبعد النقطة أو بعد الجسم أو بعد اللي اريد اوصفه عن من؟ عن جذع الجسم فاقول يابا ترى هاي الايد هاي اسمها هاند وهاذي آرم هاي ذراع وهاي يد الايد يقول يابا ترى الهاند is distal to the arm معناتها يابا ترى هاي الهاند أبعد distal المن بين المقارنة ما ياما وهي الارم وهي الذراع والعكس اذا اقول بروكسيمال هاي يدى الستلو نبروكسيمال هاي قلنا بنى هاي ترا هذا الجزء يعني قريب للرأس هاي الواد أو قريب المن للجانب السفلي او للذيل الفياني hablando الحرفي بس هاي الجسم يسم ما عدن اذكر فاااااااااااااااااااااااااااااااداي يرمز إلى الجزء السفلي الجزء البطني هو نفسيته الأمامي أو الأنتيريور والبوستيريور هو نفسيته الدورسل ونحن هذا نحكيناه بما نفيدني سنأخذ عظام الإيد اللي بيها عظام الرسغ والمشط والسلاميات السلاميات وحدة للثانية نسميه على قربهم وبعدهم باسم الجسم الإنسان زين؟ أكو ثلاثة عدنا سلاميات بكل أصبح ما عدا طبعا الإبهام الإبهام بيه سلاميات اثنين المهم فعدنا ثلاثة سلاميات القريبة نقول عليها proximal قريبة المن قريبة جسم الإنسان والبعيدة اللي هي جهة الأطفال هذي نقول عليها distal phalanges واللي بيناتن هي الوسطية intermediate معناتها وسطية ف proximal و distal تفيدنا همين ومن الشيالات المهمة اللي نوصف من خلالها المكان اللي موجود مثلا العظمة أو العضلة أو الشريان بالنسبة لي مكان ثاني يعني قريب على جهة الجذع أو بعيد عن جهة الجذع قريب للجذر اللي هو هاي المنطقة بداية بداية الليم بداية الطرف و كل ما يبعد كل ما يصير distal كل ما يقرب كل ما يصير proximal احتينا هنداني زياد اكو شي اسمه superficial واكو شي اسمه deep اه superficial nearer to the surface of the body deep away from the surface of the body اه superficial اذا نجي طبق هذا الجلد مثلا وناخذ مقطع منه شكرا بالمقطع ويجي نكبره اجي نكبرنا من ناخذ مقطع للجلد رح نلقاه على شكل طبقات ازين رح نلقاه على شكل طبقات خليب هادلون على شكل طبقات هذا الجلد سطح الجسم ازين وهذا يدخل لداخل جسم الانسان رح نلقى بالبداية طبقات الجلد ازين بعدها رح نلقى طبقات دهنية بعدها رح نلقى العضلات ورح نلقى القفز الصدري والعظام وراها نلقى العضلات الداخلية ازين فمن اذا سولف بها المصطلحين هذا اللي هو السطحي والديب اللي هو العميق اذا اقول الشعراية هاي صار فوق جسم الانسان سطحية بالنسبة للعضلة اقول هذه هذه الهير او الشعرة تكون superficial to the muscle معناتها يا بترا هاي الشعراية اقرب لصطحة جسم الانسان ومن العضلة العضلة صار جواها اذا ادعقول يا بترا العضلة هاي لازم تكون اغمق او ابعد بالنسبة للشعراية من سطحة جسم الانسان اقول يا بترا هذا المصط the muscle او العضلة العضلة باللاتيني muscle العضلة الthe muscle is deeper than the hair اغمق من الهير معناتها يا بترا اذا ادعوصل للعضلة كون اوخر الجلد or deeper than the skin يعني معناتها للداخل من الجلد skin جلد skin جلد فالskin هو الغطاء الخارجي من بعده يجي مثلا العضلات رح اعدي المثال مرة ثاني في حال انه اقول يا بترا العضلات هاي تكون اغمق او اعمق الجسم الانسان من الجلد اقول يا بترا the muscle is deep to the skin العضلة عميقة بالنسبة للجلد بالتالي شنط الانطباع عن طيابة انطباع ذات ريت توصل لهذه العضلة واخر الجلد يلا توصل لها في حال بانها اريد اقول heart او القلب يعني موجود اثناء داخل القفص الصدري هو deep المن للعضلات يعني يكون اواخر العضلات هو اخر القفص الصدري يلا اوصل للقلب فبالتالي القلب هنا يكون اعمق القلب يكون اعمق من العضلات ما الجسم للانسان فاقول يا ابا ترى the heart deeper than the muscles of the chest اعمق من عضلات صدر القلب اه عضلات الصدر تمام فصالفة superficial والdeep يشوى تكون واضحة حسب درجة العمق اللي لداخل جسم الانسان او قربها للسطح جزين ف superficial هو اقرب لسطح جسم الانسان او السطح الخارجي للجسم اللي هو الجلد يعني اللي هو اكثر شيء لبرا جلد deep معناته يا ابا ترى هذا ابعد يا ابا ترى العضلات هذه ابعد او اعمق من الجلد the muscles deep to the skin العضلات للداخل اكثر من الجلد terms of positions بعدنا جاينا نحتي بالمصطلحات احتينا شنو superficial وحتينا شنو deep يحتاجون عيدهم ها اقرب بعد مصطلحات شغلات اسمها ابسيلاترال كونترال بايلاترال نحتي ذلك نحتي ذلك ثلاثا ها اقول jeunilateral jeuny معناتها واحد في jeunilateral معناتها جهة وحدة من الجسم لاترال احنا خذناها قبل شوي الابعد عن الميدلاين هو لاترال فاذا اقول jeunilateral فهي شنو جهة وحدة من جسم الانسان من اقول bilateral اذا اقول الميدلاين هذا هنا بالاترال معناته الجهتين من الجسم مشمولات باي اثنين جهتين two sides معناتها جهتين من اقول مثلا نقول هذي الرجل والأبسيلاترال سايد هميا بيها جرح مثلا نقول هاي الرجل بيها جرح وارد اقول هاي الايد هم بيها جرح بس هاي الايد اللي بنفس الاتجاه اقول ابسيلاترال معناتها أنا وصفت بأنه هذا الرجل وهاي الايد على اثنيناته على نفس الاتجاه من ال midline من هذا المركز من الجسم على نفس الاتجاه من اقول معناتها هاني شنو صلاة وافعة اذا الابسيلاتر الثنيناتن نفس الاتجاه ال контрلاترال معناتها ثنيناته من عكس الاتجاه معناتها opposite side عكس الاتجاه من الجسم مثلا نقول يا بتر عندي جرح بهاي الرجل وبنفس الاتجاه عندي همين بنفس الإيد اللي بنفس الاتجاه أقول اليابا I have a wound اللي هو جرح In the leg And in the con Epsilateral side of the hand Epsilateral side of the hand معنى الثنانات صارة من نفس الاتجاه من أقول اليابا من عكس الاتجاه لازم أقول Contra Contra معنى تعكس Contralateral side إذن مصطرحات مهمة Epsilateral Referred to the same side of the body معنى نفس اتجاه الجسم For example The left hand Left hood Are epsilateral معنى الإيد والرجل اللي موجود على جهة הleft ثناناتين مواقفات على نفس الجهة من جسم الإنسان أقول عليه نيابا ثناناتين هذا إني Epsilateral بينما Contra lateral Referred to opposite side of the body الجهة المعاكسة هاي الجهة عاكس هاي أقول Contra lateral Bilateral Bilateral معناتها نفس المكان باتجاهين متعاكسات مو إيد ورجل لا Bilateral معناتها اثنين لاتين نفس الشيء رجيين اثنين أو يدقول ايديين اثنين نقول عليها Bilateral ها ها هسنا عدنا نجي المصطلحات للشوباين واللي توقعكم صور ايذنين رح نجي للبوزيشن زمال جسم الإنسان احنا قلنا يابا ترى هو وكون يظل واقف ايديها بصف جسمها ووجه لقدام والبالم لقدام هذا الرسم ماتي عنيف المهم هذا يسهل لأنا بس احنا من النام لدينا بوزيشن ثاني خب مو احنا الجسم الإنسان دائما واقف على هالحطيها هاي ما اوكي شيء فعادي النام على ظهرنا على بطلنا على اشتافنا زيان هذنين كل واحدة لهي اسم نوم الإنسان الطبيعي اللي نومتا على الظهر صحولة طبعا لذنين لازم تحفظوهن يعني ما اذا اقول يا با انا اقصدت بها هذا قصدت بأنه الإنسان نايم على ظهره نقول معناته قصدت بأنه الإنسان نايم على بطنه معناته معناته على ظهره معناته على بطنه او على جهة الوجه او على بطنه زيان قدنا رايت لاترال بوزيشن وليف لاترال بوزيشن هذا على أساس على أي شتف مدد إذن على أي شتف نايم في حال بينه على الright side recompense من اسمها معناتها نايم على شتف الأيمن right lateral recompense بينما إذا كان left lateral recompense left على الجهة الأيسر recompense يعني معناتها كأنما على شتف تمام؟ اسم الposition هذا فمن أقول يا بترا right lateral position معناتها منتجي أو نايم على شتف الأيمن من أقول left معناتها منتجي أو نايم على جهته اليسرى فهنا هذن المسترحة supine prone نايم على بطنة نايم على ظهرة وهكذا نجي الأخر موضوع قبل الموضوع اللي هو وانترنل وإكسترنل أتوقع سامعين قبل بالإنجليزي internal معناتها داخلي external خارجي مثلا يقول عليه هذا internal memory card معناتها ذاكرة تخزين داخلية external memory card اللي هي مثل الرام والفلاش اللي هي ذاكرة خارجية يعني هو يكوس استخدامات internal وإكسترنل داخلي خارجي بعلم التشرحين هنا اش نقصد به نقصد بأنه مثلا جايني شريان خوش آخنا شوف لون هذا شريان الشريان ينقسم لقسمين مثلا هو اليدي ينقسم لقسمين قسم يروح هذا يصبح شريان السباتي أو construction artery artery معناتها شريان carати سباتي بالعربي معناتها الت скоро تى كمان Contra هذا ينقسم للقسمين واحد يروح للدماغ يغذي لي الدماغ والعضاء الداخلية الجمجمة واحد يروح للوجه ويغذي لي العضاء الخارجية للوجه أمجلا؟ فالشريان هنا يقسم vaccinated واحد راح لجو هو داخل الجمجمة واحد غذة خارج الجمجمة هو واضح معناته شون التسميات اللي للداخل غذة يصح ولا إنترنل داخلي واللي للخارج غذة الخارجي صح ولا إكسترنل فهالمصطلحين هاي يطلقون على الشريان قسم يروح داخل وقسم يروح خارج زين؟ فيقولون يا بترى هذا إنترنل برانج أو فرع داخلي راح للداخل وهذا إكسترنل فرع راح للخارج فهذه راح نلقي هو راح تمر علينا أسماء الشرايين على هالاسم على هالأساس هذا تقسمت على أساس هالتسمية واحد راح للداخل واحد راح للخارج يعني هو نطاني المكان اللي راح يروح له من الاسم فالإنترنل هو أقرب للجزء السنتر أو سنتر هذا العضو مثلا هذا الراس زين؟ الداخل مالته هو السنتر الدماغ هو السنتر يعتبر فالجزء اللي أو الفرع اللي راح للدماغ يعتبر انترنل لأن راح للسنتر مال هذا العضو بينما الإكسترنل هو أو الخارج أو أبعد يعني أما للخارج أو أبعد فيعتبر الإكسترنل إذا المرحلة هاي راح أوقف هذا التسجيل هذا قبل التسجيل الثاني هذا المقطع لازم تقرؤه ولازم تحفظه قبل لا تكملونا باقيات الملزمة تمام؟ لأن المسترحات الجاية راح نحكي حركة العضلات وهي تعتبر فتشي يعني كأنما محاضرة ثانية كأنما عالم ثاني حتى ما ديشبج عليكم هذا نيتش اللي خذناها اللي فوق كلهم بيهن ترابط يعني internal, external, medium, lateral, inferior, superior و هكذا كلهم بيهن ترابط ووحدة متعلقة بالثانية بينما الموفات اللي راح ناخذ نفيد شوية كأنما موضوع من فصل عن البقية هو هم أن تكمل المصطلحات ما للتشريح بس ما لها علاقة باللي خذناها ستاونا فأقولوا اللي راح نحفظوه زين ونكابل بالفيديو الثاني موسيقى